فبلماذا لا يحدث هذا تحت رائط الاتلاف؟ لو أنه بذل المساعي على الحقيقية والمساعي الصحيحة لوجد استجابة السوريون لا يحاربون الاتلاف بل يعتبرونه ربما القشة التي سيتعلق بها هذا الغريق الذي لم يجد لا من أصدقاء سوريا ولم يجد تلك الدول الداعمة بشكل حقيقي وبشكل عملي وواقعي لم يجد إلا بعض المساعدات المالية نسمح للنظام نزود النظام بالسلاح يذبحه النظام نفتح له أماكن للجوء نفتح له أماكن للإسعافات الأولية نعطيه سدر غذائية بالتالي نقف عند الاتلاف مرة أخرى الاتلاف السوري الذي جاء على رئاسة سبع أفراد من أحمد المعوز الخطيب إلى سلم المسلط الآن لم يفعلوا شيء؟ على الواقع العملي بما يفيد مصلحة الثورة ليس أكثر من تنظيم جيش وطني تابعا لهم لم نجد له عمليات عسكرية حقية ضد النظام ولكن هذا الجيش الوطني ساعد الجيش التركي في كثير من العمليات؟ نعم ساعد الجيش التركي بعملياته كان تنقل مثلا منطقة عفرين وكان لها أثر لكن في بعض الأماكن التي كان يتألوا بها الثوار أكثر لم يكن له دور إلا ضمن منطقة أقليمية محددة فقط الاتلاف عندما يوثل السوريين فلابد أن يكون له وجود على كافة المساحة المقتهضة اشتركوا في القناة